نعم طبعا مساء الخير هم قالوا بأنهم ألقوا على أثنين من الذين جرى تهريبهم ولا نعلم إذا الأثنين الذين زهروا بالصور هم من ضمن المجموعة الأثنين عشر الذين جرى تهريبهم بالتزامن مع هجمات هيئة تهريب الشام في ريف حلب الغربي والغارات الإسرائيلية التي كانت على ريف حلب أو على شرق مطار حلب الدولي وريف حلب الشرقية لأن هناك انشغال يعني عسكري وأعلامي بهذه الغارات جرى تهريب هؤلاء القيادات والعناصر من داعش من هذا السجل الذي يقع عند الحدود السورية التركية في مناطق الاحتلال التركي في عفرين بعضهم دخل بالفعل إلى الأراضي التركية لكن مثلما قلت بأنه ظهر علينا بأنه جرى إعادة اعتقال إثنان من الذين جرى تهريبهم ولكن الواقع لا استطيع التأكيد إذا ما كان بالفعل أولى الأثنين هم من الذين فروا أو لجرى تهريبهم أو هم يعني جرى إظهارهم وكأنهم إعادة اعتقال للفرين نعم سيد رامي برأيك عملية التهريب هذه تمت بتواطئ الفصائل الإرهابية فقط أم أن الاحتلال التركي كذلك له يد بهذه قد يكون هناك جهات تابعة للاحتلال التركي لمجموعات بالمقابرات التركية لكن الواقع فصائل الجيش الوطني الشرطة عسكرية وغيرها نحن نعلم بأنها فصائل سيئة الصمع والصيد ولديها إجرام وجرائم مستمرة ولماذا لا نذكر أنه العام الفائت عندما انشغلنا في قضية الزلزال الذي ضربه سوريا وتركيا جرى تهريب أيضا سجناء من عناصر التنظيم بعضهم بات في أوروبا قد يكون ومناطق أخرى خارج الأراضي السورية أو حتى خارج الأراضي التركية نعم يعني من المعروف بأن هناك الكثير من عناصر داعش في المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل الإرهابية لكن يعني ما يثير الاستغراب هو وجود بعض هؤلاء العناصر في السجون مع العلم بوجود علاقات قوية بين الطرفين أنت يعني لا تستطيع أن تبقي جميع عناصر داعش هم في حالة رخاء أو تريد أن تقول للمجتمع الدولي بأننا نحن نحارب التنظيم أيضا ولدينا معتقلين من التنظيم داخل السجون ولكن لم يقولوا لنا بأن هناك كتيبة كاملة من عناصر داعش السابقين من بادي التدمر هم يدوجدون تحت مسمى الجيش الوطني وما بينهم المفارقة بأنهم بينهم عراقيين حاصرين على الهاويات السورية التي تصدر يتم تصديرها في مناطق اصدارها عفوا في مناطق الاحتلال التركي نعم يعني عملية التهريب هذه تأتي بالتزامن مع تحذيرات من عودة التنظيم مجددا يعني هل هذا التوقيت هو وليد الصدفة برأيك أم أن هناك تخطيط لهذا الغرض يعني هل نريد أن نقول بأن التنظيم فجأة بات قويا وبات يشن هجمات مكسفة ويقتل بشكل يومي في البادية السورية ومناطق سورية مختلفة حتى مناطق سيطر القوات السورية الديمقراطية أم أن هناك من حرك هذا التنظيم لكي ينفذ هذه العمليات بشكل يومي هناك قتل في البادية السورية بهجمات لتنظيم داعش الذي بات قويا الآن يقتل دون أن يقتل نعم كنت معي من كوفينتريا سيد رابي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة اشتركوا في القناة